في سؤال شائع جدا بيجيلي هو الأطفال هل ينفع الأطفال أوتوماتيكي أول ما يتولدوا هنا ياخدوا الجنسية لا ما فيش هنا الكلام ده طب ينفع الأطفال يقدموا على الجنسية من غير أهلهم آه بس فيه شروط معينة وشروط معقدة جدا وصعبة بس فيه آه فيه إحنا عندنا كتير أطفال لأن أهلهم مثلا مش قادرين ياخدوا كورسات اللغة وبتاع والأطفال جبنا هلهم بس مش طفل مثلا عنده سنة لازم برضو فيه شروط يعني هو أوتوماتيك بعد 18 سنة لا مش بعد 18 لا لا ما فيش الكلام ده احنا قلنا بس اللي بعد 18 سنة ياخد اللي هو عديم الجنسية ومولود في النمسا عديم الجنسية أما واحد أهله مش مستوفين الشروط وهو أوتوماتيكي أول ما يتم 18 سنة ياخد الجنسية لا ما فيش الكلام ده هنا يعني ممكن يقدم عليها قبل كده قبل ما يتم 18 وهو ما زال قاسر ممكن يقدم على الجنسية بدون أهله ولكن ليها شروط فأي واحد عنده أطفال وعايز يقدم للأطفال على الجنسية حتى لو هو مش معاه حتى لو هو ولا والدتهم اللي اتنين ما عندهمش الجنسية فيه إنه هو يتوجه لمكتب محامي مختص بالأمور بتاعت الجنسية ويسأله ويفحص حالته ويشوف